بكم مشاهدين نبدأ من ملف دارية الذي أغلق بالكامل بانتظار دخول الأليات والورشات لتأهيل البنية التحتية تمهيدا لعودة الأهالي بعد معاناتهم مع الإرهاب ودعميه مراسل المركز الإخباري في دارية أكد أنه تم اليوم نقل من تبقى من مسلحين إلى ريف إدلب والأهالي إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حرجلة بريف دمشق وتسليم المخطوفين الأحياء للجيش العربي السوري وعددهم تسعة وكان اتفاق تسوية قد أبرم قبل يومين في دارية يقضي بخروج نحو أربعة ألاف من العائلات والأسر من المدينة ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المنتشرة في عدة مناطق في دمشق وريفها والتي قامت محافظة ريف دمشق بتجهيزها وتزويدها بالمواد والمستلزمات الأساسية وكذلك خروج 700 مسلح من المدينة وانتقالهم إلى مدينة إدلب بعد تسليم أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إلى الجيش العربي السوري